السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه الرقم ده بيدوله على ايه اكتب مدوله الارقام رقم واحد قالك محافظة جاذبة للسكان دي محافظة ايه على الخريطة يا ولاد رقم واحد طبعا دي محافظة الايه بينة جدا القاهرة تمام اتنين محافظة يقل بها عدد السكان دي عدد السكانها قليل طبعا دي محافظة ايه الوادي الجديد طيب منطقة او منطقة التركز سكاني دي منطقة التركز سكاني ايه دي بقى الدلتا دي بين فرعي نهر النيل دي بقى الدلتا تمام بعد كده السؤال التاني السؤال التاني اكتب مدوله وشير اليها كل عبارة مما يلي نكتب مدوله يا ولاد كل عبارة رقم واحد بيقول لي بقى زيادة عدد السكان خلال فترة زمنية معينة زيادة عدد السكان خلال فترة زمنية معينة دا بنسمي ايه دا يا ولاد؟ اسمه النمو السكاني النمو يبقى زيادة عدد السكان خلال فترة معينة اسمه النمو السكاني اتنين رسم بيان لتوزيع السكان من حيث التركيب العمري والتركيب النوعي يبقى رسمي بياني توزيع السكان من حيث تركيب العمر وتركيب النوعي ده اسمه ايه بقى ده؟ اسمه الهرم السكاني طيب حفظ جسم المتوفي بعد الموت حفظ جسم المتوفي بعد الموت لكن انا بعملكم ده مقالة مستريني ولاد الفراعنة اسمه ايه ده؟ التحنيط يبقى اسمه ايه ولاد التحنيط السؤال الثالث بما تفسر ايه سبب؟ هجرة السكان من المكان الى اخر لسه كانوا البيهاج من المكان الى اخر بيقولك ايه؟ رقم واحد اللي بحسن عن التعليم وفرص والمعيشة وفرص الايه؟ فرص العمل سوري يبقى بحسن عن التعليم وفرص العمل وايه؟ وتحسن مستوى المعيشة ليه دي السبب تاني بيقول لي او دي خلاص كده ايه ولاد الاجابة تمام؟ بلما يقول لي ليه السكان بتهاجر مكان تروح مكان تاني بيقولك بحسن عن التعليم وفرص العمل وتحسن مستوياء المعيشة السؤال التاني برضو بيبقى تفسر اهمية تعداد السكان في مصر ليه تعداد السكان مهم يا ولاد؟ قال لك لأن التخطيط الجيد للتنمية التخطيط الجيد التنمية والتقدم ده بيساعدنا يعني نعمل تعداد سكاني ده بيساعدنا في التخطيط الجيد للتنمية والتقدم وتوفير المعلومات توفير معلومات الدقيقة حول عدد السكان ده لقيت بما تفسر اختلاف الملابس في مصر القديمة قال لك بسبب اختلاف طبقات المجتمع كان كل طبقة تلبس إيه لبس معين غير الطبقات الأخرى السؤال الرابع ما العلاقة بين العلاقة بين الزواج المبكر والمشكلة السكانية في مصر قال لك يوقدي الزواج المبكر إلى زيادة معدل السكان وحدوث مشكلة سكانية تمام شوف ايه برضو ايه في العلاقة بين بيقول لك ايه العلاقة بين الأسرة المصرية وازدهار الحضارة المصرية القديمة قال لك التماسك بين الأسرة المصرية هده إلى ازدهار الحضارة المصرية طيب إلى إلى عبادة إلى واحد وهو مين؟ آتون هو ايه؟ كرسي الشمس السؤال الكامس صوب ما تحته خط هنكتب الصح الكسافة السكانية الفرق يعني عدد الموليد وعدد الوفيات في فترة معينة عدد الموليد وعدد الوفيات في فترة معينة الكسافة السكانية ده معناها كده الفرق بين عدد الموليد وعدد الوفيات في فترة معينة لا طبعا بل ايه دي اسمها يسمها زيادة طبعية بزيادة طبعية ولا دي الفرق بين عدد الموليد وعدد الوفيات في فترة معينة اتنين اكثر العنشطة الاقتصادية التي يمارسها السكان في مصر هو النشاط الصناعي اكثر نشاط اقتصادي بيمارس ايه؟ في مصر والنشاط الصناعي هن؟ لا طبعا الزراعي كان العله معت يا طبعا أصمح كمت الموتى لا قالك أوز وريس طبعا الاختبار اللي احنا حللنا دا ولاد دي اجابات بقى اختبار الاولى انه هون جيب لك الاختبار جيب لك برضو ايه الاجابات اقولت لك ايه هيكون معنا لها سئلة بيه اجابات عشان من يتعبش خالص عندنا بقى الاختبار التاني واول سؤال معايا برضو ايه اللي هو الخريطة امام خريطة الصماء لمصر وضح مدولة الارقام التي عليها واحد محافظة جاذبة للسكان دي محافظة ايه ولاد دي محافظة ايه الاسكندرية محافظة حدود صحراوية دي محافظة حدود صحراوية لشمال سيناء منطقة تركو السكاني دي منطقة تركو السكان واد النيل السؤال التاني اكتب ما تشاري اليه كل عبار مما يلي تحتل المرتبة السالسة افريقية من حيث عدد السكان من دي اولاد ها مصر طبعا النسبة بين عدد السكان ومساحة الارض التي يعيشون عليها النسبة بين عدد السكان ومساحة الارض التي يعيشون عليها نسمع الكسافة السكانية الحياة مرة اخرى بعد الموت الحياة مرة اخرى بعد الموت اسمه البعث السؤال التالت دادل على صحة العبارات الاتية رقم واحد الزيادة السكانية لا اصل سلبية على مصر وضح ازاي بقى قال لك تؤثر على اقتصاد الدولة واعاقة خطط التقدم والتنمية طيب تولت المرأة المناصب العليا في المسل القديم موضح حيث انها ايه كانت كانت ملكة للبلاد وقاضية وكاتبة وكهنة طيب تأثرت الحضرات القديمة بخصاص الديانة المصرية القديمة قال لك التوحيد والاعتقاد بالبعث والخلود قال لك والحساب بعد الموت طيب السؤال الرابع ما نتاج المترطبة على اللي ترطب على تحسين الرعاية الصحية في مصر قال لك ده قده لأيه قلة عدد عدد الوفيات يبقى توفير رعاية صحية ده ايه ده قده لأيه قلة عدد الوفيات قلة عدد ايه ولاد الوفيات طيب توسع الدولة في مشروعات التنمية وبناء مدن جديدة هم ده عاملة على ايه اعادة توزيع السكان في الوادي والدلتة اعتقاد المصر القديم في الحساب بعد الموت هم اللقام بتحنيط اجساد الموت كيف الممكن المساعدة في مواجهة المشكلة السكانية في مصر تساعد ازاي؟ ازاي اساعد في ان انا ايه؟ احارب المشكلة دي؟ قالك طرشيت استهلاك الموارد وكمان تنظيم الايه ولاد؟ تنظيم الاسرة فاس الاهمية دراس الهرم السكاني لمصر ليه مهم ان احنا ندرس الهرم السكاني؟ قالك تقدير احتياجات عشان نقدر احتياجات الايه؟ الدولة من تعليم لان اعرف الصحة محتاجة ايه؟ من التعليم الدولة محتاجة ايه من الصحة والتعليم وفرص عمل ومرافق وضح العلاقة بين القدماء تحنيت المصريين القدماء لجسد الموتة ومعتقدتهم الدينية لك اعتقد القدماء المصريون في البعث والخلود في ايه؟ فاقاموا بتحنيت اجساد الموتة لحفز اجسادهم وبكده يا ولاد انتهينا من مراجعة تلاقي الدراسات طبعا دي برضي اجابة الاختبار التاني زي ما انا قلت من الاول هنسيب لكم اللينك بتاع المراجعة طبعا اذا هنكون معنا طبعا انتو هيكون معاكم النسخة غير مجابة فتذكروها كده رحمه الله وتذكروها ان شاء الله بتمركم النجاح البرو الطفيق كانت معكم مسهي براجب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة